والباب الثاني هو باب يغاثة الهلكة الذين يقتلهم الجوع ويقتلهم القصف ويقتلهم الحصار فلا شك أن يغاثتهم من الواجبات وهي متعينة على كل من يقدر على ذلك بماله من المسلمين وعلى من قدر على الوصول إليهم لكسر الحصار بأبدانهم من المسلمين كذلك ولا شك أن المشاركة في حصارهم ولو بشطر كلمة هي من أكبر الكبائر والآذام وإذا كانت موالاة للأعداء ومعاداة لأهل الإسلام فهي كفر أكبر ومخرج من الملة فإن موالاة الكفار ومظاهرتهم على أهل الإسلام بقصد الطعن في الدين وبقصد نصرة الدين الآخر المحرف المبدل من الكفر البين وكذلك لا شك أن هؤلاء أولى من الأقارب ومن المرضى ومن الجوعى في كل مكان آخر لأن من ليسوا تحت الحصار ولا تحت القصف يمكن أن يأكلوا من أي شيء من ورق الشجر أو من النباتات أو من بقايا الطعام أو من غير ذلك أما هؤلاء فلا يهدون شيئا من ذلك فهم أولى من كل من سواهم في هذا الأمر لأنهم مضطرون تحل لهم الميتة ويحل لهم الخمر ويحل لهم كل ما يسدون به رمقهم لأنهم لا يجدون أي طعام ولا أي شراب